لحظة خاطفة ومشهد غير مسبوق ولقطة فريدة رصدت واحداً من أكثر الأوقات استثنائية في تاريخ المملكة العربية السعودية يحمل في طياته الكثير ليحكيه حينما ظهر باب مفتوح في سماء السعودية ليكشف علماء الجغرافية حقيقة شديدة الخطورة بشأن تلك الظاهرة الطبيعية النادرة وما ينتظر شعب المملكة في أعقاب ظهورها إليكم أصل القصة مشهد مهيب أراد القدر أن توثق لحظاته على عدسات كاميرا جوال مواطن سعودي كان في إحدى طلعاته التي لا تنتهي من أجل التنزه في الصحراء الواسعة لكن القدر كان يجهز له ظاهرة ربما لم ترها عيناه على مدار حياته وآن أوانها في ذلك الوقت تحديداً في منطقة حائل شمال غرب المملكة العربية السعودية الغريب في الأمر أن الباب المفتوح في سماء المملكة كان بمثابة سحابة غامضة لم تمطر إلا في مكان واحد فقط رغم أن الجو طبيعي في كل الأماكن حولها فيما لعبت الرياح دوراً آخر أثناء تلك اللحظات الاستثنائية إذ كانت تدور حول الباب بشدة وكأنها تحميه من شيء ما في ظاهرة غير مفهومة المعالم أثارت الكثير من الجدل في جميع أنحاء بلاد الحرمين وأحدثت ضجة عارمة وتساؤلات شديدة الغموض حول أسبابها بحثاً عن إجابة وافية ومخلصة بمجرد ما تم تداول مقطع الفيديو المصور تحرك علماء الفلك والهيئات المختصة على الفور في كل جهة من خلال الفترة اللاحقة لظهور الباب في السماء لتقديم الإجابات الوافية التي تنتظرها القلوب الواجفة ولعل في مقدمتها ماذا يعني تحديداً سقوط الأمطار أسفل السحابة وحدها ولماذا تحميها الرياح بذلك الشكل الغامض وبدأ كل طرف في طرح السيناريوهات المناسبة لتلك الظاهرة من منظوره الخاص ومن واقع رؤيته الفلكية لما قد يحدث في قادم المواعيد إذ قال البعض إن هناك شيئاً غامضاً يلوح في الأفق وإن تلك الظاهرة تنظر بأزمة كبرى ربما حان موعدها أو ربما الأمر برمته يعد نوعاً من الإنذار المبكر من أجل توخي الحيطة والحذر وتعيش منطقة حائل حالة من الطقس غير المستقر على مدار فصل الشتاء وتعد واحدة من أكبر الأماكن داخل المملكة التي تشهد تغيرات مناخية متلاحقة خلال الفصل الواحد وزعم البعض أن التغيرات المناخية تمثل نوعاً من الإنذار المبكر لما قد يحدث خلال فترة زمنية لاحقة عليها لكن دون أن تتحدد تلك الظاهر شديدة الغموض فمن المحتملي أن تشهد حائل خلال الأيام المقبلة هطول أمطار غزيرة إلى جانب برق شديد سيضيء سماء المدينة الشمالية في عز الظلام الدامس وسيتواكب ذلك مع هطول الأمطار برأيكم ما هو السر الذي يمكن أن يكون ذلك الباب الخفي في سماء حائل قد يخفيه في طياته وهل هناك حل لمواجهته؟ ترجمة نانسي قنقر